والعمراني والمدينة عبد المجيد تبون أنه سيتم وضع حد لاستراد مواد البناء والاعتماد على المنتوج الوطني ابتداء من السوداسي الأول من السنة المقبلة الوزير عين بالمناسبة عدة ورشات ووضع حجر الأساس لمشاريع سكنية بمختلف السياغ يقول طهر بالعيدوني تعتبر تجربة ولاية سيد بالعباس في برامج السكني تجربة رائدة فالأرقام تشير إلى أن إنجاز السكنات بكل سياغ يأتي وفق خصوصيات كل بلدية وحسب دراسات تراعي المقاييس التقنية المعمول بها لتقفز بذلك الدراسات نحو إنشاء ما يسمى بالأحياء الذكية بسبب العباس نموذج لأن كل ما يتعلق بالأبواب والنوافد والخازاف كل شيء مصنع محلية هي النتيجة على مستوى الوطني نتيجة إيجابية جدا خلت السكن منتعنا لنبريفه اليوم مندمج انتغره براتيكما بلوش دو كاترون بورصة عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة شدد أيضا على أن إنشاء المدن وتسيرها مسألة يجب أن تستند إلى مخططات ومعايير حديثة تحافظ على النسيج العمراني وتتجانس مع المحيط نحن باش نتماشى مع العصر بالآخر أحياء نموذجية نشوف اليوم شارع المقطع بالنسبة للعباس هذه محاولة تكون فيه محاولة أخرى نحن بالنسبة للمدن الجديدة سيد عبد الله وتع أبونا فصلنا فيها أخذنا القرار أن كل إينارة العمومية تكون بالطاقة الشمسية تبقاش الإينارة العمومية حتى بالنسبة للعمارات أنا في آخر المطاف وربما بالعباس تبقى نموذج السيد الوزير وجه أيضا لاستعمال الطاقة النظيفة وإنجاز الأحياء الخضراء